موسيقى الهيئة العامة لمكافحة الفساد هي هيئة مستقلة محايدة انشئت بموجب القانون رقم اثنين لسنة 2016 والصادر بتاريخ الرابع والعشرين من يناير لعام 2016 وقد جاء انشاء هذه الهيئة كاستجابة لمتطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي نصت في المادة السادسة على ان تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني وجود هيئة او هيئات تتولى منع الفساد كما كان من الدوافع الرئيسية لانشاء هذه الهيئة ما كشف عن التطبيق من ضرورة الحاجة الى وجود الهيئة العامة لمكافحة الفساد في المنظومة التشريعية لكونها استحقاقا وطنيا حتميا تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ومن خلال الدقائق القادمة سنبحث مع الدكتور محمد بوزبر الامين العام بالانابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد العديد من الامور الخاصة بعمل الهيئة ومشاريع تطوير عملها مشاهدين مثل ما شفتوا في التغرير في مهام كثيرة على عاتق العاملين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد خصوصا وان عدد كبير من المواطنين يشتكي من الفساد المنتشر في الدولة وحول عمل الهيئة وحربها ضد الفساد رح يكون معاننا اليوم الدكتور محمد بوزبر الامين العام بالانابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد حياك الله دكتور حياكم الله وسعيد تواجدي معكم عبر ترنامجكم على السيف شرفتنا دكتور الساعة المباركة دكتور نبي نعرف بالبداية آلية عمل الهيئة في ظل جائحة كورونا ما في شك بأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد بموجب الالتزامات والاختصاصات المكلة لها أيضا استمرت بأداء أعمالها أثناء جائحة كورونا لكن كان تأثرت بشكل لا أكيد ما في شك حالة حال أي مؤسسة حكومية لكن أبقت على مجموعة من الأعمال الضرورية وأتكلم بذلك عن مسألة تلقي البلاقات تحولت مسألة تلقي بلاقات بصفة شخصية إلى عن طريق الوبسايت وعن طريق الإيميل بالنسبة للذمة المالية أصبح هناك في تأقيد أو صارت عملية في فترة موقتها وقفناها نظرا لأن هذا الموضوع يحتاج تقديم بصفة شخصية لكن ردت مرة ثانية بعودة الأعمال التدريجية استمرنا أيضا بالأعمال الخاصة بالتوعية والتثقيف ومثل ما أنتم شايفين هناك في مجموعة كثيرة من الأعمال استمرت فالهيئة بشكل عام استمرت بهذا الأعمال لكن أيضا هي متلتزمة تماما بالاشتراطات الصحية وحتى في الوقت الحالي مع عودة الأعمال بشكل تدريجي لا يزال العمل أقل من ما هو متوقع ونتطلع إن شاء الله بمرور هذه الجائحة إن شاء الله إلى عودة الأعمال بصورة كاملة هالشيء ما يعق عملكم بصورة الجائحة؟ ما في شكي أخر شوي يعني عمالنا مرتبطة باستقبال المبلقين التعامل مع هذا والمبلقين الذمم المالية استقبالها التعامل مع وسائل المال مثل ما أنا حين موجود معاكم تأثر بشكل ما في شك بحيث أن نتقلل من هذه الوتيرة لكن لعلها خير إن شاء الله نتطلع إن شاء الله أن تزول هذه الجائحة قريبا إن شاء الله وتعود إن شاء الله الأعمال مثل ما كانت وأحسن دكتور اليوم من أهم الجهات الرقابية في الدولة نزاها وتعول عليها الكثير في محاربة الفساد وسط يعني رفع شعارات الفساد ومحاربتها هل اليوم أنتم قادرين يتأدون هذه المهمة؟ نعم ما في شك بأن هيئة مكافزات من الجهات الرقابية الجديدة المستحدثة وهي من 2016 ولا يمكن أن أنا أقارنها بالجهات الرقابية الأخرى التي تأسست من تاريخ تأسيس دولة الكويت كالديوان المحاسبة وغيرها لكن في ظل هذه الفترة الزمنية القصيرة أعتقد أنها حققت مجموعة من الإنجازات والأعمال يمكن أهمها بجانب تلقي البلاقات وأي حالة بعض الملفات إلى السيدنا العام أنها أنشأت ما يعرف في استراتيجية وطنية لمكافزة البساد وهي أول استراتيجية وطنية تنشأ في دولة الكويت لذلك حتى هذه اللحظة نقول سعيدين عن مستوى الأعمال لكن أيضا مستوى الطموح والتطلعات أكبر بكبير بكثير ونتمنى إن شاء الله أن تأتي هالأمور ثمارها بشكل بير دكتور الأفو يعني اليوم الكل تحت مجهر نزاهة ولا فيه أشخاص وجهات ما تقدرون أن تفرضون سلطتكم عليها يعني هو شوف هيئة مكافعة الفساد لها قانون خاص وقانون خاص أفرد تعامل خاص مع فئات خاصة أسماها فتأة فئات الخاضعين لقانون هيئة مكافعة الفساد والتي تبدأ من الصفة الوظيفية بأعلى صفة الوظيفية على رأس الدولة التنفيذي الجهاز التنفيذي وهو رئيس مجلس الوزراء وتنتهي إلى فئة المدراء نتكلم بلغة الأرقام نحن نراقب ونتابع ونتحقق ونتحرى لأربعة عشر ألف وظيفة تقريبا هذه الوظائف هي المحددة أما عدى ذلك فالوظائف الأخرى فتكون تحت وصاية جهات أخرى مثل ديوان المحاسبة والنيابة العامة وغير بدل ذلك هذا القانون محكم بفئات خاصة يراها المشرع بينها من الضروري في الوقت الحالي أن تصلط الأضواء عليها لمكافحة الفساد دكتور في عدد من الناس يرددون هالفترة أن في تراجع في مستوى الرقابة ما رأيك بهالكلام خصوصا في ظل جائحة كورونا؟ ما في شك بأن الرقابة مهمة وضرورية ومستوى تطلعات الناس عالي جدا لكن إذا نتكلم عن مستوى الأرقام والإحصائيات فعلا هناك نسبة إنجاز قد يكون بعض الجهات مخلة في العمل الإعلامي وبالتالي لا تظهر مستوى أعلامها نحن كهيئة مكافحة الفساد أيضا انتهجنا نهج دديد بالظهور بوسائل الإعلام بشكل أكبر ويمكنكم لاحظون أن هناك على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية قاعد نظهر بشكل كبير بأن ونحث المواطنين والمقيمين على ضرورة التجاومة هذه الهيئة وغير ذلك من هذه الجهات لذلك مستوى الطموح عالي ومستوى التطلع عالي بالنسبة للمواطنين ونتطلع إن شاء الله أن نلبي هذا الطموح دكتور طبعا نحن نزلنا للشارع وأخذنا أراء الناس في دور الهيئة في مكافحة الفساد وهل تقدر على تطبيق هذا القانون ورفع الفساد فأنت شنو رأيك دكتور اليوم أنا رأي 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 أي مواطن هذه هيئة منحة صلاحيات بموجب قانون صدر من قبل مجلس مجلس التشريعي عندنا فهذه الهيئة لا بد أن تعطى الفرصة الكاملة أنا قاعد أتكلم عن أربع سنوات كيف تعطي ثقة؟ يعني كيف المواطن يثق في هذا؟ الثقة بأن تثق بالعاملين الموجودين العاملين الذين أقسموا وعقسم عظيم بأنهم سيؤدون هذه الأعمال بشكل جيد وقائم ومتجرد تماما أيضا بجانب أيضا الإدارة الجديدة الحالية التي مؤمنة إيمان كامل بضرورة ارتفاع مستوات مؤشر دولة الكويت على مستوى مدركات الفساد وأيضا الأداء المتميز في معاملة تلقي البلاقات والذمة المالية وأيضا على مستوى التوعية والتثقيف الدكتور شريك نشوف رايي الناس مع بعض؟ بالفضل نشوف رايي الناس ونرجع لكم مشاهدينا بالفترة الأخيرة سمعنا عدد كبير من المواطنين عم يشتقوا من الفساد بالكويت خلونا نعرف أكتر رأي الناس هل هن مع هيئة مكافحة الفساد نزاهة بالكويت؟ وهل هي فعلا عم بتحاكم الفساد وتحاربه؟ خلونا نشوف راح تحاسب إي نعم وماشاء الله بدأت بداية جيدة ممتازة جدا ماشاء الله عليها ماشاء الله مكافحة الفساد معدها لأكبير ولا صغير تحاسب الكل يعني ماشاء الله عليها والله إحنا نتمنى من كل قلبنا نتكافحها ولو إنه صعب بالنسبة حقنا بالكويت يعني العلاقات الفساد صراحة مسيطر يعني بطريقة يعني تحبط الواحد لكننا نتمنى يعني للأسف لا ليش؟ يعني ما شفنا ما شفنا فاسد تحاسب ولا شفنا يعني في قضايا وائد قضايا فساد قضايا نصب على المال العام بس ما شفنا نتائج لي الحين نتمنى نشوف الحل برأيي أنه يتحاسب المفسد لا يقدر بس يبيلا شغل 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 كبير يعني المؤسسات الحكومية الدوار واحد شغل يعني مو شي سهل دكتور شفت يعني كلام الناس اللي يقول ما تقدرون اللي يقول يبيلا شغل وأنا اليوم بنقلك كلام يعني شباب كثيرة في المجتمع ويعني تردد دائما ان احنا ما نشوف نزاهة وهي مكافحة الفساد إلا يشوف صورة النائب رايح يقط ضرف بالصندوق وصورة رايح يقط الدور العقاد الثاني صورة بالصندوق بس هذا اللي نشوفه اليوم اللي نبي نوضحه حق الناس شنو دوركم وشنو القضايا اللي انتوا اليوم تم إحالتها والعمل اللي تقومون فيه الصورة اللي تتداولونها الناس بالعكس انت وصلت لمرحلة انك اجبرت فئات وثلاث سلطات في الدولة لتقديم اقرارات الذمة المالية هذا على مستوى منطقة لا يوجد مثل هذا النظام المتبع بحيث صاحب الوظيفة العامة مهما من مستوى رئيس وزراء المدير يقدم ما يملكه من املاك واموال وعقارات ويستمر في تحديث هذا الاقرار وايضا يسلم بعد انتهاء وظيفته هذه الثقافة انتشرت واصبحت على كل موظف ان يقدم هذا شيء ما كان موجود بالسابق ومو بس تقديم ايضا فحص لو انت قاعد احنا نفحص كافة الاقرارات ونفتحها ونقيمها باعتبار نفئات عالية المخاطر سواء كانوا نواب او كانوا وزراء او كانوا غيرهم منها فهذه ايضا ثقافة موجودة ثقافة الابلاق ما كانت موجودة بالسابق حققت في ثمارها شوي شوي انت قاعد تشوف نسبة الاحالات قاعد تزيد وايضا في نفس الوقت مستوى التوعية والتثقيف والمستويات الثقافية قاعد تزيد فهو عمل مؤسسي كامل اللي يحتاج منه فعلا وقت كامل لكن اريد مرة ثانية واقول فقط امنح الثقة لهذه الهيئة حتى تؤدي اعمالها ان شاء الله ان شاء الله انا ودي اعرف شنو القوانين والتشريعات اللي تساهم في مكافحة الفساد احنا كقانون هي المكافحة قانون جدا متكامل نص بشكل كامل على مجموعة من الاهداف والاختصاصات ونص لأول مرة على جريمة تعرف في جريمة الكسب غير مشروع لكن هيدا هي مناسبة ايضا من خلال برنامجكم ان نتكلم عن مجموعة التشريعات الاخرى التي قامت هيدة مكافحة الفساد بدعمها وانشاها قانون حق الاطلاع قانون جديد هو وطالع لأحد التنفيذية صدرت يمنح الحق للمواطن اي شخص له مصلحة انه يطلع على اي بيان او معلومة بالشفافية وتداول المعلومة بحيث انه ما يكون لهذا المواطن حجة بيقول والله اخفوا معلومة عني ولا شيء بالعكس ستتاح هذه المعلومات للجميع وفق ضوابط محددة شون تتاح للجميع؟ تتاح للجميع اذا كانت لك مصلحة في موضوع معين تذهب الى الجهة المختصة وتقدم طلب ويدرس هذا الطلب واذا تم رفضه تلجأ فيه للمحاكم باعتبار انه قرار هذا الشيء ما كان موجود بالسابق اصلا ما كان احد يرد عليك في هذا المحاكم يطبق حتى على كل المواطنين الان الان تدخلت اللائحة التنفيذية وتستطيعون انت وبما املكم من صلاحيات تروحون اي جهة لكن لازم تكون لك مصلحة في التقديم وما يكون فيه قوانين اخرى يعني ما يصير مثلا تروح المستشفى وتطلب الملف الصحي لشخص ما هذا اللي لدينا فيه قوانين صحية تحكم هذا الامور وإلى آخره لكن ما عدا ذلك بالعكس هذا مفتوح لك وتقدر تطلع وفق ضوابط دكتور اليوم لو انا شكيت فيه شخص ويأت لي نزاهة وقدمت بلاغ عنه وتحريته وطلع الشخص هذا بريد هل يرجع لي انا ترجعون عليه في قضية شوف احنا في نصوص تنظم هذه العملية ودائما نعول تماما على الحس المواطنة لكل مواطن بحيث ان لا تستغل هيئة لتصفية حسابات اذا كان هذا الموضوع كان عندك حسن النية وقدمت لي البلاغ وتعاملنا لكن لم نجد فيه من الادلة الكافية يحفظ ولا يتم الرجوع عليك لكن اذا شفنا ان هناك فيه من الفجور بالخصومة والسعي الى تجد من هذا الشخص المحاسبة وغيرها لا سيكون هناك فيه نص هذا النص القانوني اللي يعطيني الصلاحية ان انا ارجع عليك بلاغ كاذب لكن ولله الحمد حتى هذه اللحظة من تاريخ انشاء هذه الهيئة جميع المواطنين الذين يلجؤون لهذه الهيئة وتقديم بلاقاتهم دائما عندهم حسن النية في تقديمها وبالتالي لا نستطيع ان نملك الحق في الرجوع لهم اذكرت كلمة جدا مهمة تصفية حسابات اليوم انت وكم موظفين في الهيئة ما تخافون ان ينقال عنكم ان تصفون حسابات مع اشخاص لا يعني بالعكس الهيئة تملك من الكوادر الوظيفية الشيء الرفيع وجميع موظفين اقسموا قسم عظيم بانهم يقومون بهذه الاعمال وتم اختيارهم اختيار كامل بطريقة فنية حيادية كاملة يقومون باعمالهم وهذه ايضا اوجه لهم كل التحايا من خلال برنامجكم فهذا بالعكس هذه الامور غير موجودة وغير متعلقة انا ودي اعرف آلية تقديم للبلاغات شون تعاملون معها يعني اول ما تليكم البلاغ شنو البروسيجر حتى هذه اللحظة عندنا التقديم بصفة شخصية يعني ينبغي علينا فيه شرية بالموضوع اكيد فيه بوابة آمنة ويدخل ويقدم كل البيانات ويرمز هذا البيان ولا نعلم من اللي يقدموه بدون ذكر اسمه يعني نعرف المسمى عندنا لكن ونستمر بالتعامل والتحري عن هذه الواقعة ومتى ما رأينا دلائل واساس جدي لمثل هذا الموضوع نرفعه للسيد النائب العام واحنا كهيئة نمثل المبلغ امام الجهات القضايا سواء النيابة والمحكمة اذا تحريته وطلع الشخص بريء ممكن الشخص يرفع عليكم قضية لا يعني بالنهاية هذه مسألة احنا قمنا بالواجب وبذلنا العناية اللازمة يعني كل ما نقوم به عبارة عن بلاقات تأتينا وليست من باب اهواء وخلق الهيئة لأنكم أنت الدكتور ما قاعدت شهرون فيهم فلذلك ممكن انت ما يدرجع هذه احنا قاعدنا نتبع مفاهيم السرية فمفاهيم السرية تستلزم علي اني انا اقوم بهذا الواجب لكن لحد هذه اللحظة كل الامور مستتبة وقائمة على اسس قانونية سليمة طبعا دكتور اليوم انا بتكلم عن تقديم الذمة المالية للوزراء والنواب هل هو تطوعي ولا الزامي عليهم يسوون هو الزامي الزامي بمجرد الحصول بمجرد التعيين لها ستين يوم ومتى ما ظل في هذه الوظيفة بعد ثلاث سنوات يقدم تحديث واذا طلع من الوظيفة عنده تسعين يوم فبالتالي انت من خلالها ثلاث اقرارات او اكثر بإمكانك تحلل الوزن المالي لهذا الشخص في وظيفته بحيث انك ممكن تعرف اذا استفاد من وظيفته العامة او ما استفاد حتى يكون نبراس طيب للوظيفة وليتخلف دكتور وليتخلف ما يقدم الذمة يعاقب شون يعاقب؟ يعاقب بموجب نص القانون ويبلغ النائب العام وممكن هناك عقوبة شنو ممكن تكون العقوبة؟ عقوبة تصل الى الحبس الحبس وممكن توصل الى العزل بحيث انه اذا تخلف عن تقديم اقرار الذمة المالية اي مسؤول بالدولة؟ اي مسؤول بالدولة وهناك في عندنا ايضا اجراءات قام باشرة في المحاكم تجاه من امتنع وايضا من تخلف حسن معه مسمى مجيسة مو من نزاهة انا ودينا تكلم عن الاحصائيات الاشهر الماضية يعني كم بلاغ تلقيته؟ حصة تجاوزنا الالف من تاريخ انشاء الهيئة كنت تكلم عن بلاقات وشكاوة رفعنا منهم الى السيد النائب العام تقريبا 49 الى 48 بلاغ موجودين ومتداولين عند النيابة العامة مو شوية من الف؟ يعني نعتمد على الفلو اللي قاعدين من المواطنين بالعكس قاعدة تزيد الوتيرة احنا قاعدة تكلم بالسنة قاعدة تينا ما بين 120 الى 130 تكلمين عن جهة هيئة حديثة نسبيا بس احنا ايضا نتوقع مع زيادة الاعداد ممكن لكن ترى من هالالف وشيء ترى اللي قاعد ناخده معقول وجدي وفي بيان حقيقي ترى لا يتجاوز 400 الى 350 وهذه اللي ترسناهم وجزء منهم حولناهم النيابة العامة وجزء منهم متداول في المحاكم حاليا وايضا جزء منه حصلنا على احكام نهائية وقاعد نباشر التنفيذ الهيئات المماثلة في الوطن العربي معدلات الاحصائيات والبلاغات والنفس الاحصائياتكم تقريبا قريبة منكم اذا تقارنينها بسنوات سنواتها اعتقد راح تجاوزنا لكن احنا على مستوى دولة الكويت احنا اعتقد احنا سعيدين بهذا العدد لكننا تطلع لكن ايضا ودي انبه شغلة ثانية احنا ترى بس منت مو بس ننتظر البلاغ الهيئة قاعدة تبادر من تلغاء نفسنا احنا عندنا شيء اسمه حالة الرصد احنا نبادر من تلغاء نفسنا انشفنا حالة الرصد من خلال السوشال ميديا الاعلامي الاخري جهة رقابية ايه نتحرك من تلغاء نفسنا بس احنا الاساس ما لنا المبلغ لكن ايضا الجهة لها دور يونيك على قولتهم اللي هو حصري ما موجود حتى في النيابة العامة نتحرك من تلغاء نفسنا ممتاز طبعا دكتور فيه تعاون ما بينكم ما بين الجهات الخارجية اللي اسبقوكم اكيد احنا اعتقد الاتفاقية الاممية تلزمنا بان يكون هناك عندنا خطوط اتصال مع كل الجهات المثيلة وانا يمكن بعد شيء بيذكر يعني من بعد هذا المؤتمر عندي ايضا مداخلة على الهيئة المكافحة الساد على مؤتمر العدالة الجنائية والحماية الساعة ثلاث الفير في توقيت توكيو هذه قاعد تكلم عن دور الهيئة والتعاون مع الهيئات النظيرة فلذلك التعاون الضروري ومثمر في بعض الحيان ما يثار بالسوشيال ميديا ممكن يحرك الهيئة ما في شك على كثير من القضايا التي توصلنا الى اساس معقول كانت من خلال السوشيال ميديا وبعضها تحصلنا على احكام نهائية وموجودة في طور التنفيذ حاليا دكتور المواطنين يعني اليوم حاشة نوع من الاحباط السوشيال ميديا ترسة فساد والمواضيع اللي قام يحققون فيها ما وصلت الى احكام تدينهم بالمقابل يعني اللي فلت منها فلت واللي يعني طلع منها طلع لكن هل في قصور في القوانين تحتاجون اليوم تشريعها حتى تقدرون ان انتوا تتمكنون من القضايا اللي توصل لكم يعني انا اسمع الف قضية وصلت وممكن اكثر من ال الف قضية يعني 49 تحولت الى النعب العام يعني وايد ناس طلعت منهم شنو القصور اليوم هل في التشريعات في القوانين لا هو هو مو القصور بقدر ما هو معرفة معرفة نصوص القانون ترى القانون يحتاج منك انت تكون عندك دلاء الجدية الدلاء الجدية اذا بتكلم عن جريمة مثلا جريمة الرشوة لازم على الأقل تعطيني دلاء الجدية بوجود جريمة الرشوة في مواجهة هذا الشخص وايضا اذا كان هناك فيه غسل الاموال تعطيني دلاء الجدية بوجود قيام جريمة فاحنا قاعد نتعامل مع اشباه الادلة بحيث ان بعد ما نثقل على كاهل المواطن اللي يبلغ لا يبلي دليل احنا اشباه الادلة لان احنا جه تحريات فاحنا مستوى الاعتقاد اذا وصل الى قناعة مع تضاعدة مع شهود مع مستندات مع ضبطية قضائية قمنا فيها شفنا انه في اساس معقول وهذا الاساس المعقول ترى يفرق من حالة لحالة اذا تأكدنا بتوافر هذا الاساس معقول ارحنا فيه لنيابة لكن اذا ما تحقق الموضوع يحفظ عندنا لكن يحفظ مؤقتا يعني لا يحفظ نهائيا ممكن لان هذا حق العدول متروك لرئيس الهيئة فممكن يرجع اذا انت في الوقت الحالي ما كانت عندك الدلة كافية اوكي احنا ما قدرنا نساعدك اوكي بعد فترة صار بيدك شي تعال يرد نفتح الموضوع ونشوفه مرة ثانية فبالتالي العملية مستمرة لكن يبقى عاد ان احنا محتاجين الوعي اللازم لكل مواطن بحيث يعي تماما شنو الدور اللي احنا نقوم فيه احنا محنا جهة قضائية احنا جهة جمع استدلال وتحريات ومتى ما شفنا الها اساس قدمناها لسيدنا عندكم حملة مسوينها بال ايه عندنا حملة اسمها حملة من اجل الكويت احنا اساس من الجانب الوقائي والتوعوي والثقافي دشنا مؤخرا حملة اسمها من اجل الكويت وطن النزاعة وغير ذلك من هذه المسميات هذه الحملة تقوم بمخاطبة جميع الناس بكافة فئاتهم بكافة المصادر بكافة صنوف العيش مالتهم وايضا هي ايضا للامانة من خلال برنامجكم سنقدم الشكر الجزيل لكل المؤسسات الحكومية اللي طوعت وسخرت وسائل التواصل الاجتماعية سواء السوشال ميديا تلفزيونات حتى الجمعيات التعاونية اصبح يشوفون الفلاشات والفيديو القصيرة عن نزاعة هذه ان شاء الله على المدى القصير وان شاء الله على المدى الطويل ستحقق الثمار بزرع هذه التوعية ان شاء الله التي نتمناها في كل مواطن طبعا كل الشكر لك الدكتور محمد بوزبر الأمين العام بالإنابة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد انتم توكم بلشين وان شاء الله ايدنا بيتكم وايد كل مواطن شريف على هذا الارض ايدنا بيتكم كل الشكر لك دكتور يعطيك العافية دكتور شرفنا وشكرا على وقتك لا يعطيك العافية مشكور كفيت وفيت سعود عندنا فقرة مع الدكتور يوسف شمس الدين ونتكلم فيها عن كورونا واللقاحات وما يخص الموضوع خلونا نشوف الفقرة ونرجع لكم مشاهدينا